مرحباً، كيف تحدثت السينما عن مفهوم الحقيقة؟ وما هو تأثير الراشمون الذي استخدم في العديد من الأفلام؟ لتعرف المزيد، ابقوا معنا تجري أحداث فيلم راشمون للمخرج الياباني أكيرا كيروساوا في القرون الوسطى في زمن سادت فيه الحروب الأهلية والمجاعات تبدأ الأحداث في ليلة ماطرة أمام بوابة معبد قديم تسمى راشمون حيث احتمى عندها من المطر ثلاث رجال حطاب، وكاهن بوذي، وخادم وبينما هم جالسون يقص الحطاب على الخادم حادثة قتل مريعة جرت في الغابة يروي كيف تم استدعاؤه للإدلاء بشهادته في المحكمة بخصوص جثة ساموراي وجدها بين الشجيرات في الغابة يتم أيضاً استدعاء الأطراف الثلاثة الرئيسية في الجريمة وهم قاطع طريق الساموراي القتيل الذي أتلى بشهادته بعد عملية استحضار لروحه وزوجته كل من أولئك الثلاثة يعيد رواية الحادثة بطريقة مختلفة ومن زاويته الخاصة ووفقاً لمصلحته بعد أن سرد الحطاب القصة وبينما كان الثلاثة يتداولون يسمع الرجال صوت طفل يبكي فيأخذه الحطاب ليربيه مع أبنائه كنوع من التكفير عن ذنب يتعلق بالجريمة ولا نعرف ما هو بالضبط الفيلم المقتبس عن قصة قصيرة حولها إلى سيناريو الكاتب الياباني شينوبو هاشينومو تنغمس في طبيعة النفس البشرية وتترك المشاهدين أمام تساؤلات فلسفية وأخلاقية كبيرة أهم تلك الأسئلة أين الحقيقة؟ وماذا لو كان جميع الناس أشرار ويستخدمون الكذب للنجاة بأنفسهم وبأفعالهم الشريرة؟ تتضمن القصة أربع حقائق ولا نعرف أبدا أي منها هي الحقيقة الخالصة في كل مرة يتم ثني الحقيقة قليلا فكل رواية تخدم أهواء صاحبها ومصلحته الشخصية ما يتركنا حائرين نتساءل عن معنى الحقيقة وقدرتنا على فهم الأوجه المظلمة للطبيعة البشرية وقد استطاع أكيرا كيروساوا تكريس هذه الحيرة من خلال حركة الكاميرا وتأطير الشخصيات داخل المشهد ومع سردهم للقصة تصبح لقطة التصوير أقرب لتظهر بشكل أوضح وكامل تعبيرهم وتوسلاتهم في محاولة لفرض روايتهم وأقناعنا بها أما في مشاهد الغابة فقد استخدم كيروساوا مرايا كبيرة تاكس نور وظل الأشجار على المكان والشخصيات ومع اختلاف الروايات يختلف تركيز الظل والنور للدلالة على الخير والشر كانت طريقة السرد التي استخدمها كيروساوا في فيلمه جديدة ومبتكرة في ذلك الحين وعلى إثرها ظهر ما يسمى بتأثير راشمون والذي يمكن تعريفه بأنه رواية الحدث عدة مرات ولكن في كل مرة يتم استدعاء الحدث نفسه من شخص مختلف يروي نسخته الشخصية من القصة مع تغيير الأحداث عن روايات الأشخاص الآخرين بذلك يصبح تأثير راشمون أداة رواية سردية استخدمت في العديد من الأفلام لاحقا الجدير بالذكر أن فيلم راشمون كان النافذة التي أطلت منها السينما اليابانية على العالم فقد عرض الفيلم في مهرجان فينيسيا عام 1951 وقد نال عنه جائزة الأسد الذهبي ليعرض بعدها في الولايات المتحدة ويتم ترشيحه لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي وبهذا يكون أول فيلم ياباني يناله تقديرا وإشادة من المحافل الدولية ولم يأتي هذا التقدير من العبث أو من الفراغ فالسرد المبتكر والذكي والتصوير الفني الرائع استطاع جعل الفيلم واحدا من أهم الأفلام في تاريخ السينما ولد أكيرا كيروساوا في توكيو اليابان عام 1910 درس الفنون الجميلة في الجامعة وبرع فيها مما جعله يحصل على جوائز مهمة في مجال الرسم في عام 1936 ترك العمل الفني لينضم إلى أحد استوديوهات السينما في اليابان فعمل كمساعد مخرج للمخرج الياباني كاجيرو ياماموتو والذي اشتهر بأفلام الحروب آنذاك في عام 1943 كتب أكيرا كيروساوا وأخرج أولى أفلامه فيلم بعنوان سانشيرو سوغاتا ليقدم بعدها العديد من الأفلام الجيدة لكن اسم أكيرا كيروساوا لم يلمع قبل تحفته الملاك المخمور عام 1948 ميلو دراما عن طبيب ثمل يقوم بعلاج رجل عصابات مصاب بالسل قام بتمثيل دوره الوجه الجديد آنذاك تشيرو مافيوني الذي قام ببطولة العديد من أفلام كيروساوا بعد ذلك بعد الأزمة الاقتصادية التي مرت بها اليابان في ستينيات القرن الماضي قرر أكيرا كيروساوا السفر إلى هوليوود في عام 1970 وبميزانية متواضعة قدم كيروساوا أول أفلامه الملونة فيلم دودس كادن إلا أنه فشل جماهيريا ولم يلقى التقدير الكافي بما أدخل كيروساوا في حالة نفسية صعبة أدت إلى محاولته للانتحار الأمر الذي جعل مسؤولين في حكومة الاتحاد السوبيتي آنذاك يهبون للمساعدة وعرض كافة الإمكانات لتصوير فيلم من تمويلهم وفي عام 1975 يظهر للنور الفيلم الرائع ديرسو أوزالا عن رجل عجوز يعيش وحيدا في غابات سيبيريا الباردة وفي عام 1980 وبمساعدة المخرجين الأمريكيين فرانسيس فورد كوبولا وجورج لوكاس يتمكن كيروساوا من تأمين مصاريف الإنتاج الخاصة بفيلمه ظل المحارب الحديث عن أكيرا كيروساوا يطول فهو أحد أهم عشرة عباقرة في تاريخ الفن السينمائي وما يجب التنويه له هو الإرث الكبير الذي تركه في السينما فهو صاحب رؤية إخراجية عبقرية دمجت بين القصص والشخصيات المثيرة والمركبة والمشهدية الفنية العالية أفلامه تعدت خصوصيتها اليابانية فهي تتحدث عن الإنسان بالعموم في كل حالاته وكل ظروفه من الناحية التقنية جعل كيروساوا من الحركة عنصرا مؤثرا في طريقة السرد فاستخدمها في تكثيف المشاعر وتعميق المعنى ولا نقصد هنا حركة المجاميع وحركة الكاميرا فحسب بل كان لحركة عناصر الطبيعة من أمطار وأشجار ورياحه ونيران وحتى حركة الأشياء داخل المشهد دلالة عميقة على نفسية الأبطال وأثر أحداث الفيلم عليها ألهمت أفلام الكيرا كيروساوا العديدة من المخرجين العالميين من سيرجيو ليوني، ستيفن سبيلبرغ، جورج لوكس وحتى كوينتين تارنتينو وقد يكون إعادة اقتباس فيلمه الساموراي السبعة للسينما الأمريكية أكبر دليل على ذلك ففي عام 1960 ظهرت النسخة الأمريكية المقتبسة عن الفيلم باسم الرائعون السبعة أحد المشاهد البديعة في الفيلم من حيث الصورة ورمزية الفكرة هو مشهد يعرض خلال استعادة الحطاب لما حصل في ذلك اليوم تظهر فيه لقطات للحطاب وهو يمشي في الغابة وأخرى تصوير الشمس التي تظهر بين الأشجار الكثيفة وأخصانها المتداخلة في دلالة على أن الحقيقة ليست واضحة وضوح الشمس هذه المرة بل يمنع ظهورها تشابك في الروايات المتضاربة التي استطاعت حجب نور الحقيقة ومنع كشف ما حصل فعلا الجدير بالذكر أنه وحتى صدور فيلم راشومون عام 1950 كانت فكرة تصوير الشمس في السينما تعتبر أمرا خاطئا فمن البديه تصوير الأجسام عكس اتجاه الشمس لكن مدير التصوير العبقري كزاوميا جاوا استخدم ولأول مرة تقنية جعلت الأمر ممكنا وعلى قدر كبير من الجمال والإبداع أرجو أن يكون ما قدمناه اليوم قد نال إعجابكم على أمل اللقاء بكم الشهر القادم سلام